كتاب يتحدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم مع باب مدينة العلم أبي الحسنين سيدنا علي بن أبي طالب رضوان الله عليه وكرم الله وجهه سيدنا علي يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا إنها ستكون فتنة عاذان الله وعافانا وبلادنا وإياكم الفتن وسوءها قلت سيدنا علي بتكلم فما المخرج منها يا رسول الله يعني كيف النجاة قال كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قسمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله هو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم لا تزيغ به الأهواء لا تلتبس به الألسنة لا يشبع منه العلماء لا تنقضي عجائبه هو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته حتى قالوا إِنَّا سَمِعْنَا قِرْآنًا عَجَبًا من قال به صدق من حكم به عدل من عمل به أجر من دعا إليه خدي إلى صراط المستقيم الله أكبر الله أكبر كلمات تكتب بماء الذهب هذه الكلمات تجسد لنا أو تفسح عن قيمة وعظمة هذا الكتاب الخالد لكن مما أوقفني ومما جعلني أتأمل هذه الكلمات البينات قول الله سبحانه في ثنائه على النبي صلى الله عليه وسلم وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ صلى الله عليه وسلم فمن على الخلق العظيم يتنزل عليه كتاب يجمع كل الكتب السابقة ويجمع كل الأخلاق ويتحدث عن هذه العظمة وعن صلاح الناس في أمور معاشهم وأمور معادهم نجد أيضا أن هذا الكتاب عندما يتحدث عنه أعداء الإسلام وخصومه يشهدون له ولدقته ولقمة تناسقه ولذلك إحنا عندنا مقولة الحق ما شهدت به الأعداء أعداء الإسلام عندما ينظرون إلى هذا القرآن ويجدون هذا التناسق الذي لا تجد ثمة تتفاوت فيه على الإطلاق يعلمون ويوقنون أنه كتاب نزل من قبل إله خالق علي سبحانه وتعالى وما هو بقول بشرا على الإطلاق لأنك لا تجد تناقضا في القرآن على الإطلاق وسوف نرى من خلال بحثنا في هذه الآية البينات وتناولنا لقصص الأنبياء قمة التناسق وقمة العظمة بين البداية والمنتصف والنهاية هذا التأصيل لحياة الأنبياء رمزية الآية الكرآنية ورمزية الكلمة الكرآنية وأن الكلمة الواحدة تفتح أمامك آفاقا واسعة للمعرفة ترجمة نانسي قنقر